دير البلح ينضم إلينا مراسل العربي عبدالله مقداد أهلا بك عبدالله نقف معك على مشاهداتك من أمام مستشفى شهداء الأقصى لتطورات القصف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة القصف لازل مستمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة أبرزها في المنطقة الجنوبية الشرقية من قطاع غزة تحديداً للشرق من بلدة القرارة وشرق دير البلح وسط القطاع كان هناك توغل بالقرب من شارع صلاح الدين في المنطقة الجنوبية من دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة أبو العجين على وجه الخصوص هناك تقدم لبعض الأليات العسكرية في المنطقة الشرقية من هذه المنطقة ذو وفقاً لمصادر محلية في جنوب القطاع أيضاً في خانيون سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بشكل كبير حتى هذه اللحظة في المناطق الشرقية من خانيونس يواصل الجيش تدمير مزيد من المنازل السكنية وإزالة أحياء السكنية بالكامل بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية في منطقة وسط خانيونس تحديداً في منطقة مجمع ناصر وفي حي الأمل وبعض الأحياء الغربية في المدينة في وسط القطاع إذا ما عدنا إلى هنا هناك قصف مدفعي في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتوازي مع ذلك سمعت أصواف إطلاق للميران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق وحتى الآن لا أنباء عن صفوق إصلاة جراء وطيرة القصف الملفة المستمرة والمتواصلة في هذه المناطق في مدينة غزة لا زالت الطواق من طاقم الدفاع المدني وطاقم الإسعاف تعمل في منطقة مجمع الشفاء الطبي لانتشال مزيد من الضحايا نتحدث عن منطقة مدمرة بالكامل دمرت كل المنازل هناك عدد كبير من الشهداء ينتشر من حين لآخر خاصة أن جثمين بعض الشهداء لا زالت تحت أنقاض المنازل المدمرة المجمع دمر بالكامل ولا زالت كما ذكرنا عملية البحث وإجلاء مزيد من الضحايا والبحث عن مفقودين مستمرة ومتواصلة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة هذا يأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وعلى وقع أزمة إنسانية ازدادت حددتها وتزداد حددتها سيما في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء فريق منظمة المطبخ المركز العالمي والذي قتل سبع من العاملين في هذه المنظمة وإعلن عن وقت عملياته بشكل مؤقت في قطاع غزة هذا يعني بأما كل السيناريوات مفتوحة أمام مخاوف المنظمات الدولية التي تعمل بالصعيد الإغاثي في ظل تفاقم هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل أيضا استمرار الأزمات الإنسانية وتصاعدها في داخل القطاع بلا شك الواقع صعب جدا عدم ومن سلامت الفرق الإغاثية والمنظمات الدولية سينعكس سلبا على عملية توزيع المعونات الإنسانية والمساعدات الإنسانية وهذه بكلها أيضا تداعيات سترقي بظلال ثقيلة على الواقع الحياتي للنازحين والمتضررين من هذه الحرب التي دخلت في شهرها السادس شكرا جزيلا على هذه الإحاطة من داري بلح مراسل العربي